السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديو تلعب التي نقدمها بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر عدنا لنلقي نظرة على اللعبة طلبت مني اللعبة إعادة تسجيل الدخول ولهذا دائما كنت أقول لابد من القيام بحفظ تسجيلك عن طريق تسجيل حسابك في البريد الإلكتروني لأنه بعد الغياب لمدة ثلاثة أشهر تقريبا لم ألعب اللعبة عندما عدت لها وجدت أن حسابي طار 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 ورفرف في السماء وبالتالي حتى أستطيع استعادة حسابي كان لابد من إعادة تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني المسجل للحساب تخيل معي لو كانت ضاعت مني معلومات تسجيل الحساب أو أن الحساب غير مربوط هنا صديقي كانت سوف يضيع الحساب وسوف يضيع الثمانمائة تنين الموجود في هذا الحساب والآن من ذلك سوف تضيع ذكريات جميلة موجودة داخل الحساب لهذا دائما أقول أنه لابد من ربط اللعبة بحسابك بالبريد الإلكتروني أو بالطرق التي سبق ذكرها في القناة لا داعي لإعادة الشرحها بعد العودة إلى اللعبة أصدقائي وجدت مجموعة من الأشياء صراحة جديدة علي مجموعة من الأرواح والأشياء الأخرى سوف نعود لها بالتدريج وعندما دخلت إلى اللعبة وجدت أنه الكثير من المحتوى فقدته من الجهاز كان لابد من القيام بإعادة تنزيل المحتوى الغير موجود في جهازي كما شاهدت في هذا الفيديو ثم بعد ذلك كان لابد من الدخول إلى العشيرة أصدقائي يعني صراحة أصدقائي في العشيرة كنت لابد من الدخول ومشاهدة من هو ما زال متواجد في العشيرة ومن هو لنقول غير موجود إلى الآن في العشيرة وطبعا العشيرة لعين الله لي معها لنقول ذكريات كبيرة جدا لهذا كان لابد من نوع من إلقاء التحية للأصدقاء الدخول للعشيرة وجدت صورة العشيرة مغيرة تم تغيرها طبعا أصدقائي العشيرة تركتها في الدول الرابع وجدتها في الدول الأول طبعا معذورنا الأصدقاء لأنه عندما يغيب القائد عن أي عشيرة وأي مكان بطبعا الحال ينزل المستوى كان لابد من الدخول إلى ملفه الشخصي مشاهدة أو لنقول استعادة بعض المعلومات التي نسيتها لأنه تقريبا نسيت الكثير جدا من الأشياء حول اللعبة بعد الدخول إلى ملفه الشخصي دخلنا العشيرة وأيوجدنا للأسف العشيرة في الدول الأول وبعد الأصدقاء أعرفهم والكثير من أبوران طبعا حسين وغيرهم وبعد الأصدقاء للأسف لا أعرفهم موجودين أيضا في العشيرة الكثير من الأصدقاء أعرفهم ولكن بعد الأصدقاء لا أعرفهم موجودين في العشيرة كما نشاهدون لابد من قراءة كل الأسماء هذا كان نوع من إلقاء التحية على الأصدقاء و ה� mantقيمة ببعض التعديلات طبعا وصف العشيرة وجدته متغير وتنين العشيرة متغير والفعاليات لنقول لا يوجد فعاليات اخيرة مشارك فيها لنبدأ من التعديل على العشيرة ووضع بعض اللمسات حتى اني نسيت الزر الذي نقوم من خلاله بتعديل العشيرة او اعدادات العشيرة لنبدأ من اعادة الدخول وبشكل عام لنقول اللعباء فقدت كثير من اللاعبين هذا سبق تحدثنا فيه الدخول الى الاعدادات ثم تعديل العشيرة ثم الذهاب الى تغيير تنين العشيرة بطبع الحال العشيرة تستحق تنين قوي تنين نادر ومميز يكون داخل العشيرة طبعا لن اجد لنقول افضل من اول تنين اصل استطاعة الحصول وهو تنين جلوم اصل الظل هنا الذهاب الى اختيار لنقول قالب للتنين هنا تم تعديل العشيرة ولابد من اغلاق العشيرة هذا قررت تخطوه بعد تفكير قصر لا بد من اغلاق العشيرة لا أريد أن يدخل إليها لنقول لاعب جدد أولا أن أعرف ما هو متواجد فيها من خلال الدرداشة طبعا لا أتواجد كثيرا في العشيرة ولكن لابد من لنقول معرفة الأصدقاء الموجودين فيها وكذلك لنقول التعرف على من هو ما زال متواجد من الأصدقاء القدما ثم نقوم بإعادة فتحها فيما بعد بعد أن نقوم بترتيبها هنا أصبحت الأمور جيدة أو إلى هذه المرحلة تبدو أنها جيدة طيب نقوم بإنجاز مجموعة من مهمات العشيرة لست أصلا أني اشتريت هذه الجزيرة لا أعلم أحوال الجزء كما قلت الكثير من الأشياء تغير في هذه الثلاثة أشهر وهذه الأشياء التي تغيرت تحتاج مني إلى عادة استكشاف وكأني لاعب جديد ينضم إلى اللعبة حديثة ولكن لاعب جديد ينضم إلى اللعبة حديثة بحساب فيه حوالي 800 تنين هذا أمر جيد حتى أن عدد التنين ازدادت وظهرت الكثير من التنين وغير من هذه الأمور سوف نقول كما قلت تلمس هذا بشكل تدريجي وكأني لاعب جديد ينضم إلى اللعبة بحساب لديه 800 تنين ونيف لابد من الدخول إلى الأشياء التي كنت أفعلها أو الروتين اليوم داخل اللعبة إنجاز بعد مهمة العشيرة أمر مطلوب حتى نستطيع الحصول على بعض أحجار دعم أو تعزيز أحجار تعزيز تنين العشيرة حتى نستطيع المشاركة في الفعالية القديمة وبإذن الله الفعالية القديمة سوف نستطيع الوصول إلى الدوري الثاني بسهولة لأن الدوري الأول دائما لا يكون سهل لهذا لا بد من إجاز بعض مهمة العشيرة حتى نستطيع الحصول على أحجار التعزيز وبالتالي أدخل لنقول الفعالية العشيرة القديمة أدخل على مستعد لها تماما من أجل الارتقاء إلى الدوري الثاني لأنه لا يعقل صراحة نظل في الدوري الأول بالنسبة للعشيرة طبعا لا أنتظر الكثير من الأصدقاء لأن كل لديه مشاغل سوف نضع فترة اختبارية للعشيرة تقريبا 15 يوما أو لنقل 10 أيام ونرى من هو ما زال متواجد في العشيرة سوف يبقى من هو ما لنقل ترك العشيرة لربما يتم لنقل إفراغ بعض الأماكن حتى نستطيع استقبال لنقل الأعداء الجدد تنفيذ مهمة العشيرة هنا لابد من استخدام الانتصار الفوري حتى لا يكون الفيديو طويلا بعدها لابد من التعريج على الفعاليات طبعا هنا دخلت صدفة وجدت هناك فعاليات لنقل ذهبية ليست سماوية ذهبية موجودة حاليا نعرج عليها ولا الثانية الموجودة لدينا والثانية الغير موجودة طبعا هنا استخدام الانتصار الفوري حتى استطيع لنقل الفوز والمعارك لمن يسأل من اللاعبين الجدد لأنه بعض اللاعبين الذين سوف يشاهدون هذا الفيديو ربما لاعبين جدد انضموا إلى اللعبة حديثا ويتابعون القناة لما فيها من أرشيف للعبة ولكن لم أحدثهم في فيديوهات من ثلاث أشهر تقريبا هنا الانتصار الفوري صديقي استخدام فقط إذا كانت تذكيرات كبار الشخصيات مرقاة أو درجتها مرتفعة الآن كيف لا أستطيع الإجابة كيف لأنه في السابق كانت متعة فقط لنقل بطرق معينة الآن تغيرت الأحوال ولا بد من شرح المعلومات الجديدة ولا بد من استكشافها وهذا ما سوف أقوم به في اللعبة هنا حسنا على بعض أحجار التعزيز كما تشاهدون مع كل مهمة نستطيع إنجازها طبعا دغضغط التنانين أمر سهل جدا يعتبر من أسهل الأمور أو من أسهل المهمة في العشيرة وبنفس الوقت أنجز المهمة وأقوم بزيارة التنانين الموجودة لدي وألقي عليه متاهية كما تشاهدون جمعنا أحجار تعزيز لا بأس بها حوالي 900 حجر كما تشاهدون نستخدمها فيها الوقت المناسب هنا نذهب إلى فعل شيء آخر الولوج إلى دور الساحة وما زلت صراحة فيها الدوري لنقول الأسطوري أعتقد كنت أتوقعا أن لا أكون فيها الدوري الأسطوري أن يكون لنقول خسيفة بالمرتبع إلى دوري أقل ولكن ما زلت متواجدة في الدوري الأسطوري هنا الفريق كنت أستخدمه لي سبب ما صراحة لا أعرف ولكن سفوقات البنسة الفريق هنا هذه الأيقونات الموجودة أسفل صراحة لا أعلم ما هي أيقونات الصحة والتاقة وغير ما هذه الأمور التي يتم شحنها وعليها دوائر صفراء يمين الشاشة أسفل هذه لا أعرفها آخر عهدي باللعبة أنه كان هناك غضب التنين موجود هناك لا بد أنه تم استبدال بهذه الأيقونات وطبع من خلال تعليقاتكم من خلال تعليقاتكم لربما نتعلم ما هي هذه الأيقونات أو حال الأقل يتفضل لاعب بشرح لنا ما هي هذه الأيقونات لأنه صراحة لا أعلم ما هو فائدتها وما دورها ولا حتى كيف تستخدم لأنه عندما تركت اللعبة آخر مرة تركتها أنه يوجد كما قلت غضب التنين ويتم شحنه وغيره إذا غضب التنين لم يعد موجود كيف نستخدمه أعتقد أنه موجود هو الموجود عليه 1500 وشيء لأن هذا كان عدد غضب التنين الموجود لدي لا بد أنه تم استخدامه هناك وتم إضافة أيقونات أخرى صحة وغيره كما قلت سوف نستكشفها ونشرحها طبعا معظم اللاعبين الموجودين في القناة يعرفون ما هي هذه الأيقونات بالتحديد ويحتاجون إلى شرحها ولكن ربما هناك لعبين جدد ينضمون إلى اللعبة ويشاهدون القناة لا يعرفون ما هي الأيقونات سوف نحاول البحث عنها ومن خلال تعليقاتكم نأخذ بعض المعلومات حتى نشرحها لربما في حلقات قادمة المعركة هنا ضد التنين التاغي لا أعلم إذا كانت إذا فت عنصر جديد أو لا أو فت فعالية جديدة أو لا كل هذا لا أعلمه هدى ودخول للعبة بعد غياب حوالي ثلاث أشهر هنا انتهينا من دور الساحة أعتقد أنه فاتنا الكثير طيب هنا الفعالية الذهبية كما سميناها أيقونات وترفرف وأيضا هنا لدينا تنين شهر تنين جديد هذا التنين الذي تشاهده هنا طبعا يوجد حوالي ثلاث أو أربع إما ثلاث أو أربع تنين شهر لم أستطع الحصول عليها للأسف لكن لا يوجد مشكلة كل التنين سوف تعاد يعني كل التنين سوف تعاد وتعاد وتعاد ويمكن لك الحصول عليها لأنه صراحة في اعتقادي وهذه قناعة لدي من مدة ليست بالقصيرة الحصول على تنين جديدة في لعبة تنين أسطورية ليس بذلك الإنجاز العظيم ليس بذلك الإنجاز القوي الحصول على فريق قتالي من نسبة لك مناسب بغض النظر عن اسم التنين لأن التنين عبارة عن عناصر تجتمع في هذا الفريق العناصر التي تحتاجها أو التي تحلم بها هذا بالنسبة لهدف كافي يعني إزالة الأهداف المتعبة يعتبر لنقول طريقة للاستمتاع أكثر بلعبة تنين أسطورية يعني بعد الأحيان نحاول الإصلاح من الأخطاء التي لربما نكون قد وقعنا فيها ونموح حاولة تنين جديد للأسف بيعته عن طريقة الخطأ ما كان يتوجب علي القيام ببيعه ولكن قدر الله وما شاء فعل تنين نفسه سوف يعاد أعتقد كنتم حصلت عليه من الزنزان السحيقة سوف يعاد أيضا في الزنزان السحيقة ونستطيع الحصول عليه بطريقة أو بأخرى محاولات بسيطة من أجل الحصول على تنين هذا الشهر ولربما فيديو القادم لربما يكون حول هكذا استطاع الحصول على تنين الشهر كذا كذا لأنه لربما في الحلقة القادمة أخصص لنقول فيديو خصص لحصول على تنين هذا الشهر ولنقول بمأنه فيديو لتنين الشهر سوف نضع فيه تاريخة الحصول على هذا التنين وكذلك لنقول أفضل الأبوين وغيرها طبعا الكثير من الأصدقاء بالفعل استطاع الحصول على هذا التنين في التعليقات نستطيع لنقول جرد أو معرفة الأصدقاء الذين استطاعوا الحصول بالفعل على هذا التنين نحن سوف نحاول الحصول عليه في فيديو مفاصل وصوف نرى المجموعات الخاصة بالتنانين هل ترى عليها تغيير او ما زالت مجموعة جواهر كما تركتها لاني تركت اخر مرة مجموعة جواهر تجمع مجموعة من التنانين لحصول على هذا الجواهر صراحة لم ادخل الى موسوعة اللعبة الموجودة داخل اللعبة حتى ارى الامر ولكن سوف نستكشفه وسوية في فيديوهات قديمة لاني لا اريد حشو الفيديو بمجموعة من الفيديوهات تحتاج الى حلقات مفاصلة هذه التنانين التي تشاهدها هنا كنت حصلت عليها في اخر فعاليات كنت شاركت فيها وصدقني قلت لك نسيت اصلا ما هذه الفعاليات هل كانت بداية وقديمة او ذهبية وشيء من هذا القبيل نسيت ربما بعد الاصدقاء الذين ما زالوا موجودين في القناة يخبرونني ما كانت هذه الفعاليات هنا طبعا هؤلاء الذين تشاهدهم الان يعتبرون افضل افضل ابوين لان عندما تكون لديك مجموعة من العناصر دائما قلنا وعدنا انه لابد من اجل الحصول على تنانين الشهر ان يكون عنصر واحد اساسي والبقية كلها وثلاثة عناصر متبقية تجتمع في تنانين واحد هذا يعتبر لنقول افضل امر غولم او غوليم والنار هم افضل تنانين لهذا الشهر هنا في خريطة حملية الاختام لربما دخلت بشكل متأخر ولكن لا يوجد مشكلة في خريطة حملية الاختام كما تركتها في السابق لا اعلم اذا كان هناك لنقول عليها اي تعديل ولكن التعديل الذي لنقول اشاهده هنا لربما يمكن استخدام الايقونات الجديدة الموجودة على اليمين اسفل الشاشة لمجرد استخدامها لانه بالنسبة لخريطة حملية الاختام تعتبر امر سهل جدا بمجرد استخدام تنين سماوي داعم ويفضل لو كانت تنين اصل حتى يكون دعمه السماوي لنقول كبير واستخدام تنين ثاني عبارة عن ضربة ثلاثي ينارية تقضي على الاعداء لان خريطة حملية الاختام دائما تعتمد على جمع اكبر عدد ممكن من النقاط وحتى تستطيع جمع اكبر عدد ممكن من النقاط في خريطة حملية الاختام اتوجب عليك ان توجه دربة كاملة وان تقضي على الاعداء في اسرع وقت ممكن ويحب ذا لو كانت ضربة ثلاثية اذا كان العدو او اذا كان في فريق العدو تنين بداي يفضل توجيه الدربة للتنين البداي بدربة النار حتى تستطيع المطورة الى الجمرة الساخن بطبيعة الحال حتى تستطيع تفجير العدو تفجير التنين الهدف وبالتالي تفجير بقية الاعداء والقدع عليهم بدربة واحدة هذا يعتبر امر جيد طبعا هنا شرحت خريطة حملية الاختام بالتفصيل وكيفية احترافها وان تكون فيها لنقول بطل الساحة التعبير يوجد فيديوهات خاصة لخريطة حملية الاختام تستطيع العودة اليها طيب الان بعدما تزينا من خريطة حملية الاختام الزنزانة السحقة سراحة زمان لم ادخل لها نتوجه مباشرة لنرى هلو فيها جديد نفس العروض نفس النظام القديم كما تركتوها عفوا اللهم لنقول البطاقات بالنسبة للفعاليات الذهبية موجودة في اللعبة كما تشاهدون حصلنا على البعض منها الواصل استكشافنا لهذه لنقول اللعبة الان ندخل الى الفعاليات الفعاليات كسبنا مع بعض لنقول البويت قاس بالنسبة للتناني الموجودة في هذه الفعاليات بريجيت بريجيت موجود لدي بالفعل وتشاهد صديقي انه موجود لدي حصلت عليه عندما نزل لأول مرة طبعا من يريد لنقول معلومات حول هذا التنين تطويره هو استخدامته يستطيع ذكر ذلك في التعليقات لربما نخصص له حلقة بانغو ايضا موجود لدي كما تشاهد صديقي هذا هو بانغو اذا بالنسبة للبطاقات فكل التنانين الذهبية الموجودة فيها هي موجودة لدي بالفعل يعني لا بريجيت ولا بانغو كلاهما موجود لدي هذا غير موجود لدي لأنه كان متاحا في تذكرات كبار مروا سيدة التنانين الجينيات موجودة لدي بالفعل هادات التنين جينية موجودة لدي بالفعل كما تشاهدون اذا مГد ما التنانية موجودة لانه عندما تحصل على المزيد من التنانين او يزداد هادات التنانين موجودة في حسابك تصبح كل الفعاليات المعادة بطبيعة الحال وليس فيها التنين جديدة تصبح موجودة لديك بالفعل هنا استكشاف لاخريطة بالنسبة للتنية، هذا التنية موجودة غير موجود لدي هنا أرى أنه تم إضافة التنية السماوي لأول مرة بعد مدة طويلة جدا كما تشاهدون إذن جيد أنهم بدأوا بصناعة أو إنشاء تنين لنقل ذهبية جديدة بالنسبة لهذا التنية هو غير موجود لدي وكذلك التنية الآخر غير موجود لدي بالنسبة لفعاليات الشبكة لنقل التنين غير موجود لدي والصراحة لا أعلم منذ متى بدأت هذه الفعاليات وهل هناك وقت كافي للحصول على هذه التنين أو لا ولكن الأيام كفيلة لنقل أن توضح لنا سوف نستطيع الحصول على هذه التنين أو لا بالنسبة للخريطة في المستوى الأول دائما لا نستطيع الحصول لنقل على المفتاح في الصندوق الأول دائما نحصل على المفتاح في الصندوق الثاني بغض النظر عن مكان فتحك الأول هذا على حسب تجربتي ربما يكون صديق أو اثنين حصلوا على المفتاح من أول صندوق هنا بغض النظر عن أين أتوجه لنقل جميع الأحوال لنستطيع الحصول لنقل على المفتاح في الصندوق الأول كما تشاهدون طيب هنا تهى الأمر نذهب للصندوق الثاني حتى نستطيع الحصول إلى المفتاح الأول ثم نذهب إلى الصندوق الثاني طيب وكما قلت لا أعلم منذ متى بدأت الفعاليات وهل ما زال هناك وقت كافي للحصول على الثاني الموجودة في القلعة أو لا لأن الثانية القلعة هي الغير موجودة لديها أما الثانية البطاقة هي موجودة لديها بفعل هنا طبعا دائما نختار خوض المعارك بدلا من سلوك الطرق الطويلة لأنها تسارك أحجار تخطي وأنا لا أستطيع اللعب أربع مرات في اليوم ألعب فقط ثلاث مرات في اليوم حتى لا ربما ثلاث مرات في اليوم ولا ألعب وألعب مراتين أنا هنا لدي مشاغل لدي لنقول أشياء لدي أشياء أقوم بها ونوصل إلى المستوى الثاني طبعا أحجار التخطي انتهت لدي لهذا سوف أتوقف هنا لربما أكمل في حلقة قادمة أو أكمل في الكواليس على حسن ما هو متاح لكن أعتقد أن القلعة تحتاج إلى شرح وإلى لنقل إيضاح ما هو موجود فيها استكشاف للعروض المتواجدة هنا وانتهى الأمر بالنسبة لها الآن يوجد كذلك تنانين بداية أو فعالية بداية وطبعا الفعالية البداية والفعالية الذهبية تدخلان متزامنتان فعالية الذهبية وكذلك الفعالية البداية يدخلان أو لنقل يبدأان في نفس الوقت لهذا نحاول الحصول على بعض التنانين طبعا هذه البداية بالنسبة لك أمر يعني ليست تنانين يتسحق العناء ولكن نستطيع الحصول عليها كزيادة في عدد التنانين الموجودة لدينا والفعالية البداية أعتقد الله أعلم أنها تحتاج إلى شرح هنا حصلنا على صندوق المهمات كما تشاهدون طبعا لا يوجد فيه جوائز كبيرة أو جوائز تسحق العناء ولكن تبقى لنقل موارد إضافية تضيفها إلى مجموعتك كانت أصدقائي هذه الموارد موجودة فيها المهمات وطبعا دائما عندما تنجز مهمات بعدها تدار مهمات أخرى وتنجز مهمات وتدار مهمات أخرى وهكذا تستطيع جمع المزيد من الموارد من خلال المهمات التي تقوم بإنجازها كما تشاهدون كلما جهزت المزيد من المهمات تحصل على المزيد من الموارد واللعبة تقوم أساسا على زيادة لنقل الحصول على الموارد طبعا هنا أشاهد الخريطة الخريطة الوضع العادي والوضع البطولي ووصلت حتى وضع الكوابيس أحتاج فقط إلى رفع مستوى بعد التنانين الموجودة لدينا حتى أستطيع التقدم في وضع الكوابيس لأن وضع الكوابيس لا نستطيع أبدا التقدم فيه إلا بالقيام برمع مستوى التنانين لنقول على الأقل إلى المستوى 100 هذا ما كنت أتذكره إذا لم تلنقل بقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للزيزة أنا سحي قلم ألعبها لوقت وفي الأيام القادمة لن ألعبها لأنها تعتبر من نسبة لي عبارة عن ماضي عدل وقت رغم أنه فيها بعض الموارد ومعظم الفعاليات على حسب ما أتذكر إذا ما كان الأمر ما زال كما هو معظم الفعاليات لنقول مرتبطة بالزنزانة الساحقة حتى تستطيع حسم أي فعاليات لا بد أن تلعب في الزنزانة الساحقة ولا بد أن تهدر وقتك وعمرك في الزنزانة الساحقة طبعا هذا لا ينسبني وهذا من الأشياء التي سوف تتغير بإذن الله إذن هنا بعد المهمات حتى تستطيع تسجيل فقط الوقت الذي يلعب في الزنزانة الساحقة ثم نرميها خلف دورنا وننتقل إلى لنقول الأشياء الأخرى الموجودة داخل اللعبة الثانية الأسطورية لأن صراحة إذا كانت الزنزانة الساحقة متزال كما هي فهي لا تناسبني بشكل كبير جدا فقط لعب للاستمتاع فقط وتركها وغادرها هذا بالنسبة لي شخصيا كانت تدقي هذه تجربتي لنقول انطباعي الأول بعد عودتي لللعبة بعد ثلاث أشهر طبعا لا أقول أني سوف أعود إلى اللعبة وأعود ألعبها كانت هذه لنقول إلقاء نظر على اللعبة وإلقاء إطلال على اللعبة بعد مدة من الغياب عليها طبعا كل الشكر والتقدير لكل الأصدقاء الذين سألوا عن عمر في التعليقات سواء الأصدقاء لو فيها للقناة والذي رافقوني لسنين أو بعض الأصدقاء الجدد طبعا لهم كل الشكر والتقدير طبعا هناك من لم يسأل والدنيا مشاغل بطبيعة الحال شكرا جزيلا لكم أصدقائي الذين اهتممتم لأمر عمر سألتم عنه كل الشكر والتقدير لكم ولا ستنقول إلا جزاكم الله عنكم الخير لربما نلتقي قريبا في فيديو آخر للعبة الثانية الأسطورية وفيديو أس أخرى إن سمح الوقس لنا بذلك شكرا جزيلا لكم أصدقائي ونلتقي على خير بإذن الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة